أنا دايماً أعود أقول أنه يا جماعة هي المسألة مش بس متعلقة بسعر ما بين قصين الرغيف السياحي أو الرغيف الحر أو الرغيف غير المدعوم إحنا بنتكلم على أي سلعة موجودة المغالاة اللي هتبقى حصلة خلال الفترة إذا حصلت ونتمنى أنها ما تحصلش هتحصل دايماً على السلعة الغذائية نعم هنعمل إيه؟ طبعاً إحنا لازم نبقى أسف لازم نبقى واضح بالنسبة لكل الناس أن إحنا في ظرف استثنائي هل الظرف الاستثنائي ده مستمر؟ مستمر قد إيه؟ هيستمر قد إيه؟ مين متسبب فيه؟ مين اللي مطلوب منه يعالج الأزمة؟ كل دي أسئلة الحقيقة مطروحة ممكن تكون مش مطروحة في ذهن المشاهد لكن مطروحة قدام مجلس إدارة أو لجنة إدارة الأزمة اللي متشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارة حلو نبدأ قبل ما نتكلم عن إزاي هنحصل مشكلة ارتفاع الأسعار نبدأ ببداية مهمة جدا التوجيهات واضحة تماماً التوجيهات واضحة تماماً أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من العبق المواطن مش مطلوب منه أنه يتحمل كل كلفة بتاعة الأزمة الدولة وتوجيهات دولة رئيس مجلس وزراكة واضحة تماماً للجنة إدارة الأزمة أن الدولة هتتحمل الجزء الأكبر من التكلفة اللي حصلت دلوقتي في الزيادة وخليني أبسط المعلومة لحضرتك حاكمة تابع اللي بيحصل في العالم كله النهاردة لو بصينا على سبيل المثال في أوروبا ارتفعت السلعة الغذائية بالنسبة تتجاوز أكتر من 60-65% سامحوني معلش بقى اليوم طويل يوم طويل العارف ببقى جاي موجهة شوية البنزين على سبيل المثال ارتفع أكتر من 120% سعره وقيس على دلق أنه لما نيجي نتكلم على بنزين أو نتكلم على محروقات أو نتكلم على سلع أساسية فإحنا بنتكلم على المؤشر الأساسي لارتفاع كل معدلات تضخم فطبعا تضخم ضرب العالم بالكامل يمكننا أن أستخدم كده مثال هما في طالقة تتضرب في أوكرانيا بتيجي فيها أنا يعني فعليا النهاردة بتيجي فيها أنا ده بتأثر علينا اقتصادية الحقيقة يعني بشكل يعني صعب فوق ما الناس ممكن تتخيل لكن لأن الناس برضو مش مسؤولة يعني في النهاية المواطن المصري النهاردة بيتعرض للتبعيات أو تبعات الأزمة فالدولة أخذ قرار واضح جدا أنك بكرره مرة تانية وتوجه واضح تماما أن الدولة هي التي تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة بتاعة ازدياد الأسعار ومن نفس أو من المنطلق ده في مجموعة آليات قبل ما نتكلم في الأليات وازاي هتأثر على الأسعار يهمنا مش عارف مش عايز أقولها ازاي نبص كده بتبسيط شديد للمشهد لو افترضنا لقدر الله واحد أصيب بحاد السيارة اللي مطلوب أنه يقوم بالإسعاف هو المسعف هو ده المتخصص لكن ممكن نتعاطف بدون شعور ونركن كلنا العربيات في الشارع عشان ننزل نساعده فعربية الإسعاف ما توصلش صح أو ممكن نحركوا حركة غلط لسه قد تسبب في ضرر كبير فالحياة ممكن يعني أتسبب في ضرر أكبر طبعا فبيبقى مهم جدا في حالة زي دي أن احنا نركز على أنه ندي فرصة للمتخصص المسعف اللي متدرب على إدارة الأزمة أنه يتحرك نساعده نقلل من الشوشرة من التوتر من الزحمة من اللغط ما نسمعش لأي كلام بيتقال في التوقيتات دي لأن كل واحد النهاردة أصبح تقريبا بيوظف الأزمة لصالحه الشخصي كل واحد طبعا غير أمين بيوظفها لصالحه الشخصي سواء احنا من التكلم عن تاجر غير شريف وهم قلة لكن بيضربوا وتجار حرب في آخرين بيتربصوا بالدولة وإحنا عارفينهم كويس طبعا بيحاول يوظفوا الأزمة لصالحه خلينا نبقى واضحين الأزمة دي جات لنا بعد سلسلة أزمات متتالية لم نكن سببا فيها إحنا بنعالج الأزمة وزي الكورونا على سبيل المثال؟ إحنا لسه مخلصناش من الكورونا اللي رفعت أسعار العالم أكتر من 30% 35% في المتوسط لقينا نفسنا بنتحشر في حاجة لا ناقة تلينا فيها ولا جمل فجأة لقينا نفسنا كذا والأخطر واللي أنا عايز أبسطه للناس أدي فرصة للإنسان المدرب إنه يتدخل بأدواته وبتدريبه إنه يحل الأزمة مش كلنا هنحل الأزمة هل الإنسان المسعب ده اللي حنا نتكلم عنه قادر على ده؟ نبص على التاريخ باختصار شديد إحنا تجاوزنا في مصر أزمة أكبر شفنا أصالها على العالم كله شفنا مصر اتعاملت مع الأزمة إزاي؟ خرجت منها إزاي؟ الخروج البسيط، الآمن، السهل اللي الناس شفيته في أزمة كورونا في الوقت اللي العالم كله كان بيانهار حوالين مننا الناس ما شعرتش إنه ورا منه إدارة إدارة حقيقية إدارة بتشتغل ما بتنامش إدارة ما بتنامش بمعنى كلمة ما بتنامش وفي الآخر الناس شافت الحمد لله انسياب السلع في الأسواق حالة من الهدوء نتعامل مع الموضوع ببساطة شديدة جدا جدا كما لو كان لا يوجد أزمة لا في فريق قوي مدرب محترف بيدير الأزمة فلو سمحتوا ندي له فرصة إنه يدير الأزمة الحالية كمان عشان نخرج بأقل الخسائر عمرنا وأنا بقولها ما هنطلع زي ما دخلنا الأزمة لابد اللي دخل في مشكلة زي دي هيخرج ببعض الإصابات عايزين نحتوي نحتوي ونقلل الضرر قدر المستطاع عشان نعرف نتجاوزه طيب الكلام ده بيستلزم إيه زي ما حداك تكلمت في البداية احنا بنتكلم عن السلع الأساسية بنتكلم أكتر حاجة بتمس المواطن هي الاحتياجاته الأساسية ويمكن أحب أستخدم لفظ في المرحلة دي بقول إن إحنا السلع الأساسية هو ما نحتاج وليس ما نريد أيوة وهناك فرق